موسيقى حاملين راية العلم عالياً هكذا بدأ خرجوا الدفعة الخامسة مطلب جامعة الشام الخاصة في مدرج دار الأوبرا بدمشق الجامعة هي أكبر جامعات عدداً اليوم فعلنا 7800 طالب بجامعة الشام الخاصة نحن موجودين بثلاث محافظات جامعتنا بريف دمشق وباللاذقية موجودين بسبع كليات بدمشق وأربع كليات واللاذقية اليوم حفل التخريج الخامس لطلابنا وإن شاء الله بكرة الجامعة بخريجينهم راح تثبت حالة بميدان العمل بميدان الحياة الحفل دايماً بيكون بجامعة الشام هو من أفضل حفلات تخرج بيكون دايماً متميز طبعاً هذا الشيء بيرجع لإدارة الجامعة شعور كتير جميل فرحة كتير كبيرة هاي الفرحة مؤلي لحالي هاي الفرحة لجامعتي لأصدقائي وطبعاً ما بنسى أهلي اللي كان لهم فضل كبير عليه لوصلت اليوم لهذه المرتبة بإذن الله نحن اليوم مجموعة خريجين مخريج واحد بمختلف الكليات مختلف المراتب بإذن الله نحنكون بهذا الوطن بهذه الحياة إنسان أو أشخاص مميزين نقدم خير لأنفسنا نقدم خير لأهلينا نقدم خير لوطننا نقدم خير لجامعتنا وبتمنى بهذا الشعور الحلو أنا اليوم حاسه كل واحد عم يتعب ويجتهد يوصل له المرتبة اليوم أنا وصلت له بهديها لوالدتي ووالدي ولكل الناس اللي يدعموني اهدائي لعائلتي بالمقام الأول بعدين للكادر الطبي بالجامعة الشام الخاصة والجميع زملائي وزميلات وكل من وقف معي وسكانوا سبب وصولي لهذه المرحلة بالعلم وحده يبنى الوطن ليكون الخرجون من المساهمين في إعادة أعمار سوريا ورسالتنا لغد أفضل وحجر الأساس لبناء سوريا المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر